السلام عليكم صرنا حكين عن تقريبا 61 تخصص في التمريد ولسه رح نظل ننزل أجزاء لما نكملهم علميا اليوم رح نكمل الجزء التاسع من تخصصات بالتمريد موجودة بأمريكا وبعضها عمرك ما سمعت فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرد اللي بتتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معي للآخر ولا تنسى كالعادة اعمل الهاند واشنج البس الجلافز جيب معك ماسك وتفضل النوع رقم 62 من الممردين في أمريكا اللي هو السيكاتريك نيرس أو المنتال هيلث نيرس بده يكون معك في البداية دبلوم أو باكالوروس بعدين تتخصص بهذا التخصص الدبلوم بسموه لايسنس سيكاتريك نيرس وبيعطي الأدوية بعمل كوليكشن للداتا يعني أنت لو كان باكالوروس أو ماجستير بدك تجمع معلومات أو تعمل إحصائيات هو بيجمع المعلومات من المرضى الباكالوروس بسموه دوره أكبر فبيعمل أسسمنت للمريد بعمل كونسلينج إذا بده يستشيره بإشي في اختصاص أعلى اللي هو هذا بعمل أسسمنت وبيعمل دايجنوزز وممكن يعمل تريتمينت ممكن في بعض الولايات يعطي أدوية يوصف أدوية ويستطيع أن يمارس المهنة مستقلاً عن الطبيب فلو كان مع ماجستير بيسموه Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner ولو كان مع دكتوراه بيسموه Psychiatric Mental Health Nurse Specialist ممكن يشتغل في مستشفى نفسي أو يعمل في إدارة المستشفى أو يدرس في جامعة أو يجري أبحاث طبعاً تمريض الأمراض النفسية يتم تنظيم المهنة من كثير كثير منظمات أهمها الأمريكان Psychiatric Nurses Association وبتذكروا في النوع الأول قلنا النيرسي براكتشنير بيقدر يفتحها يادة بيقدر يوصف أدوية بيقدر يعالج الناس كأنه طبيب عام أو كأنه Family Medicine البلموناري نيرس أو الرسبيراتوري نيرس شغلته هي الأمراض التنفسية لازم يكون مع باكالوروس خبرة سنتين في قسم عناية مركزة أو أمراض صدرية أو باطني أو بيكون مع ماجستير بتمريض الصدرية ويكون ما يخذ الرخصة من American Association of Critical Care Nurses أو American Nurses Credentialing Center بيجدد الرخصة كل سنة أو كل سنتين على اختلاف بين الولايات بشروط تختلف حسب كل ولاية في فرعب التمريض جديد اسمه Quality Improvement Nurse شغلتك ضمان أن خدمة ما أو منتجا ما أو منظمة ما تعمل بشكل جيد دائما يمكن يكون معك باكالوروس يمكن يكون معك إنكليكس أو ماجستير بوبليك هيلث أو ماجستير كواليتي ويكون معك خبرة في الجودة وتنجح في امتحان تعقده National Association for Health Care Quality هاي الرخصة عشان يتجددها لازم تأخذ عشرين إلى ثلاثين ساعة دورات كل سنة أو كل سنتين على حسب شو الرخصة المعك أو مين أعطاك الرخصة من أجمل التخصصات الراديولوجي نيرس أنت بتشتغل بخصم الأشعة فشغلتك رعاية المريض خلال الصورة قبل الصورة بعد الصورة تراقب المريض لما يأخذ المادة الملونة وخلافه يمكن أنك تكون باكالوروس بعدين إنكليكس والخبرة بتختلف حسب الولاية اللي بتشتغل فيها يستحسن تكون الخبرة في قسم أشعة بعدها تقدم على اختصاص راديولوجي نيرس بتنجح في امتحان اسمه Certified Radiology Nurse اللي بتعقده منظمة Association for Radiology and Imaging Nursing ولتجديد الرخصة لازم تأخذ 20 إلى 30 ساعة دورات كل سنة أو كل سنتين تختلف من ولاية لولاية زي ما في ممرض بشتغل بخصم الأشعة في ممرض بشتغل بخصم العلاج الطبيعي والتأهيل فإنت كممرض ممكن تدرس تخصص اسمه Rehabilitation Nurse وهو ممرض يعمل مع المرضى الذين يتعافون من المرض المزمن أو الإصابات تركز على استعادة وظائف الجسم وتحسين جودة الحياة لازم يكون معك باكالوروس بعدين إنكليكس وخبرة في التأهيل أو وحدات التأهيل أو وحدات العلاج طويل للأمد اللي بسموه Long Term بتختلف المدة من ولاية لولاية لازم تنجح في امتحان Certified Rehabilitation Registered Nurse الذي تعقده Association of Rehabilitation Nurses ولتجديد الرخصة برضو تأخذ من 20 إلى 30 ساعة دورات كل سنة إلى سنتين على حسب الولاية وعلى حسب من وين جبت الرخصة تبعك فيه تخصص جميل ونادر ونظن أنه رواتبه حلوة اللي هو Reproductive Endocrinology and Infertility Nurse تعرف الناس اللي بكونوا تأخروا في الإنجاب ولجأوا إلى طرق أطفال الأنابية والتلقيح الصداعي وما شابه هذا هو شغلك لازم تتخرج من كلية أو جامعة بعدها إنكليكس يفضل البكالوروس طبعا الخبرة المطلوبة سنتين في قسم نسائية أو غضة صماء لأنه تخصصيا من صميم شغلك أو في قسم علاج تأخر الإنجاب أو قسم IVF مثلا اللي هو الحقن المجهري بسموه أو أي تخصص متعلق بالإنجاب الرخصة بتأخذها من National Certification Corporation وبسموك Certified Reproductive Endocrinology and Infertility Nurse شفت الاسم وأطوله بتتخرج من الجامعة بعدها بتأخذ الإنكليكس بعدها خبرة ألفين ساعة خلال آخر سنتين في قسم توليد وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات بحوالي 15 إلى 30 ساعة دورات بتمارس المهنة ألف ساعة خلال ثلاث سنوات عشان تجددها وهذه بتختلف حسب الجهة اللي منحتك الرخصة إعادة الامتحان اختيارية إذا كنت يا إما أخذ دورات يا إما أخذت ساعات خبرة لكن إذا فشلت في الشرطين السابقين بدك تعيد الامتحان عشان تجدد الرخصة ممكن تنتسب إلى الامريكان سوسيتي فور روبرو دكتف ميديسن إذا بدك المزيد من الفائدة ومصادر ومراجع وتعمل أبحاث وتتعرف على ناس من نفس التخصص للناس اللي بحبوا التعامل مع كبار السن فيه شي اسمه الروماتولوجي نيرس أو ممرض الروماتيزم أو التهبات المفاصل تتخرج من الكلية أو الجامعة بعدها إنكليكس بعدين تشتغل في قسم باطني وجراحة ويفضل عظام أو مفاصل الخبرة المطلوبة تختلف حسب صاحب العمل وعادة بطلبه سنة أو سنتين الرخصة بسموها سرتيفايد روماتولوجي نيرس يعني ممرض مفاصل معتمد وتعطى من الروماتولوجي نيرس سوسيتي والتي تحتاج خبرة سنتين في المفاصل الرخصة بتجددها كل ثلاث إلى خمس سنوات بخمستاش إلى ثلاثين ساعة دورات تختلف حسب الجهة اللي منحتك هاي الرخصة أو بتبارس المهنة ألف إلى ألفين ساعة خلال آخر خمس سنوات وقد يلزم إعادة الامتحان حسب الجهة المانحة للترخيص للناس اللي بيحبوا الأطفال فيه إشي اسمه سكول نيرس يعني ممرض المدرسي هذا يعتبر فرع من فروع البابليك هيلث أو الكوميونيوتي هيلث شغلتك إنه تحمي الطلاب من الأمراض تحسن صحتهم وتساعدهم على التفرغ للتقدم الأكاديمي حسب الناشنال أسوسييشن أو سكول نيرسيس فإن أمريكا فيها ثلاثة وسبعين ألف وسبعمائة ممرض مدرسي هذا التخصص قديم شوي أول ممرضة مدرسة كانت حوالي سنة 1902 كان اسمها لينا روجرز بعض الولايات تشترت بكالورس ثم إنكليكس وبعضها تكتفي بالدبلوم لكن مع خبرة متعلقة بالتخصص يعني لو كنت بريكتكال بده يكون عندك خبرة بالبابليك هيلث أو الكوميونيتي هيلث تأخذ رخصة من الناشنال بورد فور سيرتيفيكيشن أوف سكول نيرسيس وبتكون اسم الرخصة سيرتيفايد سكول نيرس لتجديد الرخصة لازم تكمل 30 ساعة متعلقة بالتخصص كل سنتين أو ثلاث وبعض الولايات تطلب تدريب متخصص في الإسعافات الأولية أو السي بي آر مثلا أغرب تخصص يمكن في كل هاي السلسلة اللي هو السبيس نيرس نعم انت كممرض ممكن تشتغل في وكالة ناسا مع رواد الفضاء وهذا الكلام لعلمك مش صعب يعني اللي عنده حلم هناك بيقدر حققه بأبسط التكاليف انت بتتعامل مع رواد الفضاء تتأكد من لياقتهم للمهمات تتعامل مع الحالات الطارئة في الفضاء تدرس تأثير الفضاء على أجسامهم تفحصهم أول ما يرجع من الفضاء وخلافه هذا التخصص بدأ عام 1962 وهناك طريقتين لكي تعمل في وكالة ناسا كممرض فضاء يا إما الطريقة العسكرية تنضم للقوات الجوية الأمريكية أو اليو أس إير فورس اللي بتعطيك برنامج إقامة في قاعدة رايت بيترسون الجوية في أوهايو أو بتنضم للقوات البحرية اليو أس نيفي التي تعطي نفس البرنامج في النيفال ايرو سبيس ميديكال انستيتيوت في بينساكولا في فلوريدا الطريقة الثانية أو الطريقة المدنية في برامج في بعض الجامعات أو المعاهد وبعدها شهر خبرة أو شهر عمل مكتبي في وكالة ناسا بالذات جامعة تيكساس الفرع الطبي بالذات الموجود في غلف ستون وما يكلنك هم المكانين الوحيدين اللي بدرسوا طب الفضاء وتمريض الفضاء ومن منظماتهم سبيس نيرسز سوسيتي في تخصص اسمه غريب بس لما أشرحه راح تفهم اسمه سب أكيوت نيرس هذا يقدم الرعاية للمرضى اللي حالتهم أخف من أنهم يدخلوا أكيوت كير لكنها أخطر من أنهم يعتمدوا على الهوم كير يعني أنت محتاج دخول بس وجستك وعد يومين وتروح أو وضعك مش خطير في نفس الوقت أنت وضعك أصعب بشوي من أنك تظل في البيت عشان تدخل لهذا التخصص لازم يكون معك باكالوروس إنكليكس لخصوصة الولاية الخبرة تختلف عدد سنواتها من ولاية للثانية ويفضل أنها تكون في قسم لونج تيرم كير أو قسم ريهابيليتيشن أو تأهيل تأخذ الشهادة من الأمريكان أسوسياشن أوف أكيوت كير نيرسينك وبصير اسمك سيرتفايد بوست أكيوت كير نيرس عشان تجدد هذه الرخصة تجتاز عدد من الساعات معين تحدده كل ولاية وبتكون في تمريض المسنين والعنايب الجروح والريهابيليتيشن وغيرها يعني لازم تكمل من 20 إلى 30 ساعة كل سنتين أو 3 على حسب من ولاية لولاية بتختلف من التخصصات المهمة والمفيدة في التمريض أو ممرض معالجة الإدمان بتساعد الطبيب النفسي وبتساعد المعالج النفسي في علاج الشخص إذا كان شغلته بس إدمان فأنت تقدم رعاية صحية للمرضى المدمنين على مواد مخدرة الهيئة التنظيمية هي جمعية الممرضات الدولية للإدمان بسموها تعطيك رخصة يعني ممرض معالج إدمان مرخص ولازم يكون عندك ترخيص الرن يعني بكالورس وتنجح بالإنكليكس وتدريب متخصص في رعاية المدمنين أو خبرة عملية في نفس المجال حوالي 2000 ساعة زائد 2000 ساعة خبرة تمريض عام خلال آخر خمس سنوات وبعديها تتقدم للحصول على التخصص بدي يكون عندك 30 ساعة تعليم مستمر متعلقة بالإدمان وعشان تظلها معك تشهادة وتجددها لازم إكمال تعليم مستمر بشكل دوري في تمريض الإدمان وتشديد الرخصة من خلال نفس المنظمة كل سنة حابب تعرف المريض كيف بروح الطوارئ أو شو لازم يعمل قبل ما يروح الطوارئ في أمريكا استناني في الفيديو الجاية رح أتكلم لك عن إشي اسمه تليفون، ترياج، نيرس وتخصصات أخرى لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان وصل لك جديد لأول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة